على مدار الثمانية أيام تعيش مدينة مراقش على إيقاع فنون الحكي في أول مهرجان دولي لفن الحكي الذي سمي بموسم الحكايات حيث سطعت المدينة الحمراء أن تجمع أربعين حكواتيا من كل بقاع العالم لينطق اللسان العجمي بالعربي والأمازيغي في توليفة مميزة واستمتع الجمهور بلحظات من التشويق خلال متابعتهم أحداث الحكايات والأساطير وقصص البطولات التي تنقلها الرحالة والمغامرون والمستكشفون بعد عودتهم من رحلاتهم في أقاص بقاع الدنيا عبر مختلف الأزمان والتي رواها الحكواتية بحرفية بعد زيارة الأولى للمغرب أعجبت بفن الحكي التقليدي لذلك أطلقت أنا وصديق لي فكرة مقهى عالمي للحكي ولكن كان عبر الإنترنت بسبب انتشار فيروس كورونا واستمر هذا المقهى لمدة عامين بعد ذلك اعتقدنا أن أفضل طريقة للترويج لهذا الفن هو مهرجان لذلك تعاوننا مع الحكومة المغربية وأطلقنا الدورة الأولى من مهرجان مراكش الدولي الحكواتية ودعونا كثيرين من دول العالم للمشاركة فيه ويعتبر هذا الحدث فرصة للتبادل الثقافي وتبادل الخبرات بين الحكواتية من دول العالم إضافة إلى فرصة للترويج سياحيا لمدينة مراكش اللافت في المهرجان أنه تم فتح المجال للمرأة في فن الحكي بهدف القضاء على الصورة النمطية في المجتمع سرد القصص كان جزءا من الثقافة الفرسية لفترة طويلة أحاول أن أحافظ على فن حكي هذه القصص الفرسية التي تحمل عبرا عبر البطولات وفقرات شعرية عن الحب أنا سعيدة بمشاركتي ويشارك في هذا المهرجان أربعون حكواتيا من النساء والرجال يمثلون القارات الخمس كما يتضمن المهرجان ورشاة عمل لتعريف الراغبين وتعليمهم قواعد هذا الفن